لما ناست حذرك من الظلام فاعلم أن وراء التحذير آلاف الأبحاث والعقول أو مفبرك ذو خيال جامح ستة أيام سيحل فيها الظلام المدلهم انتظروا شهر ديسمبر يا أهل الأرض فالعاصفة الشمسية التي كتبت هوليود لأجل عيونها مئات الأفلام حلت أخيرا الخبر بصيغته الرصينة طبعا ليس كما قلته لكم نشرته قنوات سعودية وإماراتية على سبيل الذكر للحصر طبعا قناة العربية السعودية وموقع البيان الإماراتي فأحدث هرجا ومرجا وذعرا في صفوف القراء لا ألومهم فمن نشر الخبر هي منصات إعلامية وازنة لا صفحات تبيع بالجملة والمفرأ كما نقول لا بل إن هذه المنصات قررت أن تزيدنا من الشعر بيت فقالت إن الظلام الدامس هذا سببه ظاهرة نادرة لا تحدث إلا كل 250 عام الخبر نقلته هتان المؤسستان عن وكالة سبوتنيك الروسية التي يعرف أي مبتدئ بالمناسبة في حقل الإعلام أنها مصدر غير موثوق للأخبار على الأغلب المهم العربية والبيان نقلت أن 90% من أشعة شمس كوكبنا ستحتجب سيحل الليل وستقطع كل شبكات الاتصالات ووسط هذه الهلمة لم تدخر قناة العربية جهدا في الالتفات لصحة متابعيها والنقل دائما عن اليتيم ناسا قالت لقرائها ومتابعيها لا تقربوا الرياضة وأنتم في الظلام خاصة لهؤلاء الذين يعانون الحساسية حساسية ماذا؟ حساسية العتمة؟ ربما هو مرض جديد لننتظر ونرى إن كان أحد سينقله عنه الخبر ليس فقط مزيف بل هو خبر ساخر والأنكى أنه يتكرر منذ عام 2012 تقريبا في نفس الفترة من كل عام والعجيب أن هناك دائما من يقع في فخ هذا الزيف الزملاء المختصون في فريق بوليغراف وصلوا إلى أصل الخبر وفصله أول من نشره موقع هازلز الساخر المختص بالأخبار المضحكة طبعا ناسا ولأن الخبر بات يتكرر كل عام منذ عام 2012 صارت تنتظره بفارغ الصبر لترى من سيقع في فخه من المؤسسات الإعلامية التي لا تحفل بدقة مصادرها هناك مصادر موثوقة كذبت الخبر بالدلائل العلمية منها صفحة ناسا للعلوم الشمسية الموثقة عبر موقع فيسبوك هذا طبيعي لكن الأدهى أن يكذبك أهل بيتك على الملأ والحديث هنا عن العربية إذ نشرت الجمعية الفلكية في جدة شرحا علميا وافيا مختصره أن الشمس حاليا في وضع خمول يجعل ظهور البقعة الشمسية على سطحها أمر شبه نادر وطبعا لم تشر الجمعية لقناة العربية مصدر انتشار الخبر المزيف نرجو أن لا نضطر العام المقبل لتكذيب هذا الخبر سننتظر ونرى